تتنوع القطاعات المأزومة في مناطق سيطرة الأسد بعد فقدان سلع أساسية كثيرة من الأسواق وارتفاع أسعار البضائع بشكل كبير أزمة جديدة تجتاح القطاع الطبي وتحديدا الأدوية أصناف مهمة منها انقطعت بشكل كامل وصيدليات أقفلت أبوابها بوجه المرضى لحين اعتماد تسعيرات جديدة بعد زيادة الأسعار بنسبة تجاوزت الخمسين بالمئة وفق صحيفة تشرين نقابة الصيادلة التابعة لسلطة الأسد في دمشق قالت عبر صفحتها على فيسبوك إنه يجب تعديل سعر الدواء بما يتناسب مع كلف الإنتاج وسعر صرف الدولار وبذلك سيتوفر الدواء في الأسواق فيما يرى الصيادلة الحل في رفع سعر الأدوية تماما مثل البنزين والسكر أما في السويداء فقد بيّن نقيب الصيادلة التابع لحكومة الأسد أسد الأشقر لصحيفة الوطن الموالية أن سبب مشكلة فقدان الأدوية في المحافظة الاستهلاك الزائد للمطاهرات المعوية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مؤكدا زيادة الأسعار وقلة إنتاج زمر من الأدوية محليا بدر ألفا نقيب صيادلة حماق قال لصحف موالية إن سبب فقدان الأدوية هو عدم مواكبة أسعارها لسعر صرف الدولار وفقدان المواد الأولية للصناعات الدوائية ورغم تقنين ساعات العمل من قبل الصيادلة فإن إخفاء بعض زمر الأدوية خشية نفاذها قبل زيادة سعرها وعرض المستحضرات الطبية كحليب الأطفال والكريمات التجميلية والشامبوهات أصبحت رائجة أكثر من الأدوية خاصة أن تحديد سعرها يعود للمعامل المنتجة وليس لسلطة الأسد المشرفة على ما أسماها بعض الصيادلة لعبة الدواء وتشهد صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية تراجعا كبيرا في مناطق سيطرة الأسد في حين تنشط صناعة الكيبتاجون وغيرها من المواد المخدرة التي تصنع وتعلب في مناطق الأسد وتهرب إلى دول الجوار وربما أبعد من ذلك